بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني خواتي أبنائي بناتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يسعدني كثيرا أن أجد نفسي في رحابين رحابكم وبينكم في رحابي هذا المخيم الربيع جعل الله عز وجل أيامكم وحياتكم ربيعا زاهرا ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم جميعا ممن استفاهم لخدمة دينه ونشر دعوته والحفاظ على ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم لأن خدمة الدعوة شرف وخدمة المجتمع شرف وإقامة الشهادة على الناس شرف كبير مصدق لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة عنوان المحاضرة الأسرة الجزائرية رؤية ونظرة من الداخل وأفاق المستقبل سأكون مركزا جدا في معالجة مفاصل هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية أبدأ في المقدمة بالحديث باختصار عن أهمية الأسرة أو علاقة الأسرة بالمجتمع النقطة الثانية أتحدث عن الإيجابيات نقاط القوة في الأسرة الجزائرية النقطة الثالثة نقاط الضعف في الأسرة الجزائرية هذه رؤيتنا للأسرة من الداخل ثم في النقطة الأخيرة أتحدث عن أفاق المستقبل المقدمة أقول فيها إن الأسرة كما يعلم الجميع هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع قويا متماسكة وإذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة ممزقة كان المجتمع كذلك ضعيف ومهزوزا هذه المعادلة لا تقبل إثبات العكس قضية مسلمة مسلم بها لا يمكن أن نثبت عكسها إطلاقا هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع والأسرة كما يعلم الجميع صارت معقلا وحصنا حاصنا للمجتمعات فالمجتمعات الغربية الآن تدق نقوس الخطر لما؟ لأن اللبنة الأساسية في مجتمعاتها قد هزت وزلزلت ومما أذكره في هذا الباب الرئيس الفرنسي الأسبق جمع أكثر من 12 وزير بخبراء المزارة للوزارة المختلفة فقال لهم عبارة واحدة قال لهم إن فرنسا في خطر لأن الأسرة الفرنسية ممزقة رابط مستقبل فرنسا بمستقبل الأسرة الفرنسية اتفق العقلاء في العالم على أن الأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع من هنا جاء الاهتمام الدولي الكبير بقضايا الأسرة وشؤون الأسرة إن شئتم على سبيل المثال للحصر حينما نتحدث عن الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرة كثيرة لا نخصيها لكثرتها ميثاق الأمم المتحدة الكبير الإعلان العيني حق الإنسان في 48 ثم جاء الإعلان اتفاقية حقوق الطفل في 1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل في 1989 التي صادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي في 1992 وصارت مكون من مكونات النظام القانوني الجزائري خاصة في ظل الدستور 1976 وفي المادة 132 حيث أن المشرع الجزائري في هذه المادة رفع من قيمة الاتفاقات الدولية المصادق عليها إلى ما فوق القانون وما تحت الدستور بمعنى أن المعاهدة الدولية التي تصادق عليها الجزائر تسموع للقانون فصارت مكونا مهما في النظام القانوني الجزائري بمعنى آخر أن القاضي الجزائري ملزم دستوريا بتطبيق مقتضى الاتفاقية الدولية المصادق عليها وقد يرمي عرض الحائط بالقانون الصادر من السلطة التشريعية أو من البرامان الجزائري هذه قضية في غاية الخطورة فهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقية بالمناسبة الجزائر كانت سباقة إلى التصديق على معظم المعاهدات الدولية التي طرعاها الأمم المتحدة المهم حبيث أن نقول كإشارة مهمة في البداية أن نقول باللي الاتفاقات الدولية من مقاصدها لاهتمام بقضايا الأسرة نجد بعض الاتفاقية الدولية خاصة بالمرأة بعضها خاصة بالأسرة بشكل عام بعضها خاصة بالسكان والتنمية ولها علاقة بموضوع الأسرة بعضها خاصة بالطفولة وهكذا في السلم والحرب هذه اتفاقيات الدولية اثنين نتكلم أيضا عن المؤتمرات الدولية خاصة الكبرى التي ترعاها الأمم المتحدة أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر كنت تكلم عن مؤتمر 1994 معروف مؤتمر القاهرة اللي حضراته أكثر من 1200 منظمة غير حكومية وحضراته 160 دولة تصوروا معي 160 دولة حاضرة في هذا المؤتمر العالمي تحت الرعاية السامية للأمم المتحدة وحضراته على الأقل 1200 منظمة غير حكومية ورجال الصحفة والإعلام عبر العالم إلى آخره هذا المؤتمر الكبير يعالج قضايا الأسرة نستنبط من ذلك أن الأمم المتحدة تريد أن ترعا قضايا الأسرة لكن برؤيتها الغربية وليس برؤية نحن نحميها وندافع عنها بعد سنة مؤتمر معروف في بيكين معطرف في الصين مؤتمر بيكين في 1995 أيضا مؤتمر شهير مؤتمر نيويورك في 2000 المهم الفكرة التي تنوصلها لكم هناك مؤتمرات عالمية ترعاها الأمم المتحدة من مقاصدها معالجة قضايا الأسرة طيب ونعطي لكم دعي الآخر أن الأمم المتحدة من خيال اتفاقاتها ومؤتمراتها تؤكد على سائر الدول التي تنظم أو تصادق على المعاهد الدولية والتي تسجل حضرها في هذه المؤتمرات على ضرورة الاهتمام بقضايا الأسرة وعلى ضرورة التقنين تشريعات لحماية الأسرة والطفولة والأمومة وإلى آخر هذه كفكرة توصل دماغكم باش تعرفوا بلي هناك اهتمام دولي بشون الأسرة انتهت المقدمة النقطة الأولى الآن أولا انتحدثوا عن الأسرة الجزائرية انتعنا انتحدثوا ألف عن نقاط القوة با عن نقاط ضعف ألف نقاط القوة الأسرة الجزائرية ما زال عندها فيها نقاط القوة الحمد لله من مظاهر ذلك نقطة الأولى ما زال الأسرة الجزائرية فيها تماسك متماسكة متماسكة هذه مسألة في غاية الأهمية الجانب السلمي نتكلم عليه بعد حين ولكن الرؤية الإيجابية الأسرة نقول ما زال الأسرة الجزائرية متماسكة بدليل في ظروف صعبة اللي مرت منها الجزائر بلا من تكلم في التفاصيل كانت الأسرة الجزائرية صامدة ما زال تقرر أولادها ما زال تعلم القرآن الكريم ما زال تحافظ على طربية أولادها ما زال ما زال وعندنا جمعية كما هذه الجمعية الغراء الله يبرك جمعية حراء اللي رهي تهتم بقضايا الطفولة وقضايا المرأة وقضايا الأسرة إلى آخره فالأسرة الجزائرية فيها نقطة قوة واضحة وهي التماسك ثمين أن من نقاط القوة في الأسرة الجزائرية ما زالت القيم الإسلامية والقيم الجزائرية القديمة ما زالها محفوظة في الأسرة الجزائرية الحمد لله ما زال لي فالور انتع الدين انتعنا ما زالها موجودة ما كيش اللي ينكر ما زال القيم لي فالور لأن موضوع القيم مجمعات الخير موضوع مهم جدا نتكلم عليه بعدين في نقاط القوة نقول أنه من مدمرات الأسر اهتزاز منظومة القيم داخل أسرة قد تهتز منظومة القيم في المنظومة الطربوية ولا في جميع المنظومات الأخرى ولكن سيبقى المجتمع الجزائر صامدا ثابتا إذا كانت قيم الدين قيم الإسلام محفوظة داخل هذه النواة اللي هي الأسرة إذن القيم ما زالها موجودة ما زال القدر ما زال الحرماء ما زال الحياة ما زال احترام ما زال أبوة ما زال أموة ما زال طفولة هذه كلها قيم رهي ما زالها موجودة داخل الأسرة هذه نقطة القوة الثانية نقطة القوة الثالثة رغم هبوب رياح العولامة التي تهز الأركان حقيقة ولكن ما زال الأسرة تاعنا هي أسرة ممتدة لا يوجد أسرة نقطة القوة الثالثة ونطرة القوة الثالثة لسوسيولوغ يستخدمون الثلاثة هذين يقول لك الأسرة الممتدة كما زرعتنا إذا كان واحد يدير العرس ولا يدير إخت طفل ولا يخي على ما زال يدير العرس ويجينار في الدار ما زال نقطة بلاليست يا غاك كل واحد يجب تزرع عنها عامتي خالتي ولد عامتي ولد خالتي ولد كذا ويجيب دروح لعروسة تجيب لفامي تاعها والدنيا قاعد تجي صح معنى هذه من معالم الأسرة الممتدة ما زال الأسرة ممتدة ولكن القيم الغربية الآن ريت تخلينا باش يقول لك الأسرة النوات يعني بابا وماما وطفل وطفل وطربح إذن الأسرة عندنا ما زال الأسرة ممتدة كين جدي كين خالي صفر نص الله هسيدي لا بس لا بس ضاير ما كانش اللي يكون عنده وليما إلا والعرش كين يكون حاضر صح إذن هذه أسرة ممتدة لازم حافظوا عليها لازم حافظوا عليها وحاجة أخرى أيضا ما زال أسرة جزائرية تنجيب سمحولي أنا كنت مؤخرا في الطليان كان مع بعض طلينا وش يقولوا قال كلي يجيب الطفل الثاني يسموه الطفل الوطني وعنده ألف أورو هدية من الحكومة باش يجيب الطفل الثاني برك إذن هذه من نقاط القوة ما زالها في بلدنا الحمد لله وحاجة أخرى أيضا ما زال أسرة الجزائرية محافظة على العادات وعادات مليحة وإن كان ركب دات عادة تدخل سمحولي حبيت نقول ما زال عادات سواء في المأكولات هذه كلها ما زالها موجودة في المجتمع وفي الأسرة الجزائرية ربما اكتفي بهذا الإيجابيات وهي كثيرة على كل حال نروح الآن للسلبيات ب نقاط ضعف من نقاط ضعف التمييز بين الذكور والإناث إذا واحد زاد عند الطفل في بلكور ولا في سوستار ولا ي ي ي ي ي إذا زاد عند الطفلة سواء رقم خمسة أو ستة و تقول مباروك مباروك و مباروك و عندما رقم خمسة تقول مباروك مشكلة لا و بعض يجتمع ماماك مأخ كبيرا مأعمتك يقول الأسمبلة جنرال ما موقفونا من هذه العروسة التي تجبنا غير البنات يبدأ المقترحات تبدأ ماما ما نقول بابي بابي خاطئ هنا رمال ما في المشاكل هذه تقول كأوليدي يطلقها يجب زوجة ثانية صح؟ مشاكل حقيقية هذه من العادة الجاهلية إذا كان طفل يزوخ ويفتخر كذا حتى في الميارة يقولك لا يريثون إلا من يحمل سيفانا أما إذا كان طفلا ينظرها نظر التقزز انتقاص ومن أخطار ما سمعت في حياتي أن زوجة طلق طفلا كلينيك جاء واحد الراجل عنده جه المركب زوجها دمش ببيض كأنها جبت مش عارف جبت ثانية سيرجز طفلا إنا سيفريض في كلينيك ولمرة تحتاج نفسها تحتاج إلى رحمة وشفاقها هو بجهله المركب وبالضغوط القاعدة الخلفية طلقها دخل كلينيك شمس وسموه سيف الدولة حماد يعني تسمعوا به الموتان يسمعوا به أبو طيب النهار لما تخطو سيف الدولة راح يرثيها وبدأ قصيدا هذا ما تطلعوها تعرف ما قال قال وما تأنيث لسم الشمس عيب ما شيعيب ما دم الشمس مؤنث غس مؤنث ولكن الله يبارك نورها ظاوي وما التأنيث لسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا وننقول ولو كان النساء كمن حضرنا لفضلت النساء على الرجال جماعة الخير إذن من نقاط ضعف في الأصلى الجزائرية هذه رأكم معانا جماعة الخير سجلت ما زالها نقطة ضعف نقطة ضعف الثانية في الأسرة الجزائرية ما زال الأسرة الجزائرية ما زالنا بعض التاراكمة القديمة اسمها إذا كان نورمال بين إخوة والأخوات يقولها نورمال باسمها ماذا كان كاين صحاب العلامة لا فهمي ما لازم يقول أثين ناث وراه إماك يسمى ومرأة أذكر في الكازورال واحد خدام قال له اسمها إماك قال له نقول كما أبدأ والدقاء وفي الفاتحة وما يقول هاشا أعطت لك بنتي لوليدك كل شي فلو ما كان يعني الاسم تقوله الجوهر الفاتحة أنا عيب يقول اسم هذه ثانية ما زالها بقات مرة واحد حكي لنا أستاذ معنا حبيت نقول هذه من آثار ترك متقديمة لا معنى لها حاجة ثالثة نقطة الضعف أيضا غياب الحوار ما نقول غياب كامل ضعف الحوار لا الديالوج وعلى بلكم خاصة في هذا الزمان وسمحوا لي بيني وبلكم هذه نتكلم عليها بقوة أشباب هل بكم بكارك يتزوجون كيف يجيب المرأة المرأة تعيش مع بابه جد وجده وكذا هذه جارانتي يا جماعة الخير والله العظيم غير نكلمكم أكثر من ثلاثين سنة تجربة في عمق المجتمع من خلال مجال الصلح مما استخلصته في هذا الباب الخطير جدا أن الزواج كاريثة عليش كاريثة خطر يتزوجها هو ما زال يحتاج إلى تربية وهي تحتاج إلى تربية بكري نو بكري يجيب زوجته ما زال كين لي قارون تدخل دار تقول ما زال يحتاج إلى رعاية توجيهات ونصائح أليس كذلك؟ ولكن الآن هذه ضمنة بدأت تضيع شيئا فشيئا كين قلكم هذه الإشارة جمعة تغير فهموني ما نش نقول هكذا مع أن تازم تسكن هكذا داخل ما شيش شرط مفهوم ولكن على الأقل ما تخليش ولادك ينفاصل عن الأسرة الكبيرة رأيكم معرف الخط كين الآن إخوة ما زال ما يعرفوش ولاد خوه ما يتعرفوش كين حالات لا تبشر بالخير حبيت نقول أن الحياة اليوم معقدة ولا يمكن للأسرة أن تتجاوز عقباتها ومشكلاتها إلا بالحوار والحوار البناء والحوار هذا رأي غائب في بعض الأسر أو في الكثير من الأسر وهذا تضعف لا يمكن الأسرة تتجاوز مشاكلها إلا بثقافة الحوار الآن نأتي الخاتمة إن شاء الله نتكلم عن أفاق المستقبل الأفاق مطلوب من الأسرة الجزائرية أولا أولا أن تجذر القيم الإسلامية في النشأ كما قال أخي الفاضل يا نشو أنت رجاؤنا ضرورة تجذير القيم الإسلامية في نفوس النشأ صغار هذا رقم واحد رقم الثنين ضرورة المحافظة على ثجديث الأصالة معنى قيمنا الجزائرية الحمد الله ثارية قوية لازم نحافظ عليها هذا رقم الثنين ثالثا يجب أن نكون في مستوى الثبات والصمود أمام القيم الوافدة قيم التغريب التي جاء عن طريق التلفزيون وقرأت منذ سنوات واحد المقال كتبوا واحد في اليابان تحت عنوان على التلفزيون قال كالتلفزيون هي الأم التي تنافس الأم معنتها التلفزيون عندها قدرة على التدمير تدمير القيم أكثر من الأم الأم تبني والتلفزيون يهدم خاصة تلفزيون الذي خاطب الشباب ويخاطب الصغار بالصوت والصورة لذلك هذه القيم التي جاء قيم العولمة قيم أمريكان قيم فرنسا هذه فالور جدد يدخلوا بسفة علينا جمعة الخيرة وعلى بلقى من الجيل هذا يعرفوا خير منكم وخير مني لذلك يحكم بارابول يديروا خير منك وإلى انترنت ومشعر فيه وكل المشاكل هذه مع أنها لازم الأسرة تكون في مستوى من الوعي التي تدرك خطورة القيم الجديدة التي تبثها وسائل الإعلام والإعلام أن يعيش ثورة كبيرة تكنولوجية إعلامية هائلة الانترنت منا والتلفزيوات والفضائيات إلى آخر أشحن قنوات ممكن طفل صغير يدور عبر خمسين قناة في الليلة الواحدة خمسين قناة وكل قناة واشتعطي له فبتعد المشكلة كبيرة وما تقول ليش من ديرش بارابول هذه كارثة أخرى هذا هذا هروب ما ينفعش ما يشوش في الدار يشوف بره فبتعد تحديات كبرى أعتقد أن مستقبل الأصال الجزائرية إذا ما كناش في مستوى رفع التحدي مستوى فهم هذه الخطورة وهذه التحديات ولكن نفهم هذه الخطورة وهذه التحديات في ضوء قيامنا عندنا قيم إسلامية الحمد لله قيم رائدة قيم قوية تستطيع أن تواجه جميع التحديات المعاصرة وكذلك قيم جزائرية أصيلة تستطيع أيضا أن تصمد أمام هذه الرياح الهوجة وهذه العواصف القوية التي جاء من الشرق والغرب يومها نقدر نقول أن الأسرة الجزائرية تؤدي دورها الرسالي وتكون لبنة قوية في بناء صرح المجتمع الجزائري شكرنا على حسن انتباه والسلام عليكم ورحمة الله